أهلا وسهلا فيكم مشاهدين إلى ثاني محطتنا في هذا الصباح في محطتنا هذه نتعرف ونستضيف الأستاذ رائد أبو صالح الذي أسس فرقة إنسان للتراث المنبثقة عن جمعية إنسان للثقافة والتنمية في القدس طبعا نتعرف على الفرقة وموهبة رائد في العزف على الأورج رغم الإعاقة صباح الخير رائد يسعد صباحكم وفي البداية أنا بتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء وإخراجوا على الهواء وهي لفتي حلوة كريمة منكم أنه أنتوا كقناة الفلسطينية أنه تلتفتوا لحاجتين أولا لا الأصحاب الإعاقة بشكل عام وأيضا الناس اللي عندهم مواهب أخرى بشكل خاص كنا الشرف إحنا أستاذ رائد أستاذ قبل ما نتعرف على الفرقة أو نحكي عن الفرقة عرفنا عن حالك أنت طبعا رائد أحمد أو صالح أنا من سكان مخيم شرفاط أصبت بالعاقة البصرية منذ كان عمري خمس سنوات طبعا الحمد لله تم احتضاني في عائلة كريمة وعائلة اهتمت فيه وتقبلت الموضوع من ثم دخلت إلى المدرسة العلائية للمكوفين في بيت لحم ووصلت تعليمي حتى وصلت إلى المرحلة الثانوية ثم انتقلت من المدارس التي تخص المكوفين إلى المدرسة الراشدية في القدس وأكملت فيها حتى التوجيهي ومن ثم انتقلت إلى الجامعة إلى جامعة القدس طبعا وأكملت دراستي التعليمية طبعا في البداية بسبب يعني ظروف معينة ما كانتش علاماتي كثير عالية في التوجيهي فاضطريت أني أدخل كلية بتخصص تربية ومن ثم انتقلت إلى جامعة القدس بتخصص دراسات إسلامية وأنهيت دراستي وبعدها التحقت في مجموعة يعني كبيرة من الدورات اللي بتعلق بتعليم المشاريع اتصال والتواصل إدارة المشاريع بناء المؤسسات وكل هاي الأمور جميل رائد يعني واضح أنه عندك حب للعلم والمعرفة وإرادة قوية بالنسبة للموسيقى يعني جميل أنه كل هاي كمان الأمور الأكاديمية والدراسة والشاهدات اللي حصلت عليها والدورات لكن واضح أنه عندك تعلق بالموسيقى كيف نشأ هذا التعلق؟ شو بتعني لك الموسيقى نعم أولاً كل إنسان فينا أكيد أنه عنده موهبة وعنده ميول لأشياء معينة وهذا إحنا كبشر قواقع أنه هذا الأمور موجودة عندنا أنا بدأت موهبتي أكثر بالكتابة وأنا صغير كنت أكتب يعني أخر بش أسطر مش أسطر يعني أكتب بعدين أكتر شوي تجأت لموضوع الكتابة ومن ثم شعرت أنه أنا ممكن أني أعزف يعني أو أني أصير أتعلم موسيقى يعني فدخلت في دورة بدائية طبعاً دورة مبتدئة ومن ثم طورت نفسي بنفسي في موضوع الموسيقى اللي بدأ أكد عليه أنه الموسيقى هي عالم هي عالم خاص عالم مميز نستطيع أن نستخدمه بالخير نستطيع أن نستخدمه كفن راقي يشجعنا أو يعني يوقد فينا حب هذه الأرض وحب هذا الوطن وحب القدس التي نعيش فيها فإذا أخذنا الموسيقى بالجانب الراقي فهي فن راقي ومميز طبعاً كنت تعلمت أني أعزف على الأورف فأستخدم أنا الآن وكنت حب أن أجيب معي الأورف بس بسبب ظروف معينة ما استطعتش أني أجيبه يعني وأنا متأسف كثير بس أكيد إن شاء الله ممكن المرات تانية راح يكون معنا ممكن يكون اللقاء ونجيب العضاء كلهم يكونوا معنا ونعمل تقرح له طبعاً بسعدنا فأخذت مبلاش أعزف طبعاً بالموسيقى وعندي شغلة حلوة كلما أكون قاعدة على الأورف يطلع معي كلمات أغنوية أعطول ألحن الأغنوية وأبدأ أدرب عليها يعني تكتب كمان أغاني جميل خلينا نشوف إحنا كمان عندنا جزء من الفيديوهات اللي حكيت عنها وإنت عم تأزف وإنت عم تلحن خلينا نشوفها مع المشاهدين ونرجع نستكمل حوارنا يلا ام تأزف وإنت عم تأزف... موسيقى 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 وأحب هذا كمان أنه نعمل لقاء بتعلق في هاي التكنولوجيا والوسائل والأدوات اللي بيستخدمها المكوفين في حياتهم العملية والعلمية كي يستطيع المشاهد أن يدرك أنه نحن نستطيع أن نصل فأنا طبعاً بوصل لليوتيوب بوصل للمواقع وبسمع وبطبق الإشي اللي بسمعه نعمل أستاذ رائد ليش اخترت الأورج دون عن باقي أدوات الموسيقية نعم أنا بلاقي فيه أنه هو عالم عندي خاص رغم أنه كل بيحكي للآلات الوطرية كمان حلوة أكيد حلوة والعود حلوة كمان حلو ولكن أنا من النوع اللي الأورج أو لما أبدأ أعزف في اللحن الشرقي وخاصة المقام اللي خلينا نسمي مقام البياتري أو بالموسيقى يعني أو مقام الصيبة أو مقام الحجاز ممكن أبدأ أعزف عطول تطلع معي كلمات أغنية وألحنها وأدرب الطلاب عليها فبحث أنه يعطيني دافع أني أألف أو ألحن أغنوية بنفس الوقت يعني أغنية لأنه كامل يعني فيه إقاع فيه طبلة فيه عود فيه نايف فيه كل الأصوات موجودة وهذا طبعا لا يعني أنه نهمل دور العود ونهمل دور الأخرى طبعا طبعا يعني بطبع تيك مساحة أكثر للتحرك في الأغاني تمام حكينا عن فرقة إنسان للتراث نعم ومن ثمها إنسان نعم نعم أولا إحنا طبعا أنا نسيت أنه كمان أحكي بالتعريف الأولاني بالنسبة لها طبعا فرقة إنسان هي منبثقة عن جمعية إنسان للثقافة والتنمية اللي في القدس موجودة طبعا أنا رئيس هاي الجمعية الحمد لله يعني طبعا لأنها كانت فكرة وفكرة يعني مجموعة من الأشخاص الإداريين المعي إنه نسميها جمعية إنسان طبعا اخترنا الإسم إنسان للثقافة عشان إحنا بشر نحن بشر نحن بنستوعب الكل وبنحب الكل وبنعيش مع الكل إذا ما رادوا أو إذا ما حبوا إنهم يعيشوا معنا طبعا إحنا الكل الفلسطيني وليس الكل الفلسطيني طبعا يعني فأجت فكرة إنشاء جمعية إنسان للثقافة والتنمية طبعا فكرتها أجت لأنه أنا إلي عشر سنوات عضو في عدة جمعيات يعني في العمل الاجتماعي في القدس جمعيات خيرية وخاصة ما زلت عضو في جمعية نور العين أيضا للمكوفين في القدس هاي الجمعية اللي كمان هي صاحبة رسالة إنسانية تحتوي وتشتري يعني بين طياتها على أصحاب الأعقل البصري في منطقة القدس حيث تقوم بتقديم تنمية الجوانب التعليمية والأكاديمية عند هؤلاء المكوفين ومن ثم أجت فكرة إنشاء جمعية إنسان للثقافة والتنمية اخترت إن تكون الفئة المستهدفة فيها الشباب بشكل عام لأستطيع أن أعبر رسائل فنية من خلال السكتشات المسرحية من خلال الكلمات اللي بكتبها من خلال زيارات البرو على المدارس طبعا بقدم فيها فعاليات من خلال هذه الأمور طبعا فكرة الفرقة أو المجموعة طبعا أو الفرقة إنه كان لازم إنه إحنا نشارك في مثلا مناسبات خلال نسميها وطنية أو تراثية فجمعت حوالي مجموعة حوالي ستة سبع أشخاص يعني بما فيهم أيضا ناس عندهم عاقة بصرية وبما فيهم أيضا الطالبات اللي شفتوهم لأنه إحنا أنا بنادي بمبدأ الدمج يعني إنه إنت كإنسان كفيف يجب أن تكون يعني مندمج ومتفاعل في المجتمع وليس أن تبقي مغلق يعني الباب عليك تستنى حدا يطرق الباب لا إنت بادر وإنت تفضل وأكيد رح تلاقي قبول ورح تلاقي تجاوب مثل ما لقيت عند حضرتكم طبعا قبول وتجاوب وشرفت إن أنا موجود بينكم هذا واجبنا أنا بدي أحكي بس إنه رائد قبل الهوى حكالنا إنه ما تخافوا علينا في الحكي لأن إحنا إذا مساكنا المايك با مستعدين ضدنا نحكي يعني فاسم الله عليك يعني كرئيس جمعية تملك كل هاي المواهب هاي هاي الطاقة هاي القدرة للتحفيز يعني مظون إحنا أخذنا هذا الأمل وهاي طاقة الإيجابية قديش بتحس إنه وجودكم في القدس كمان رغم كل التحديات والصعوبات اللي بيواجهها المقدسيين يعني على مختلف المستويات طبعا وفي ظل الصنص الهوية المقدسية والفلسطينية في المدينة أحكي لنا كيف بتواشو هاي التحديات اللي هي عم تضاعف يعني هي بتكون كمان مضاعفة للأشخاص سدو الإعاقة نعم أولا يعني إحنا يعني الحمد لله إنه قلنا الشرف إنه نكون موجودين في القدس يعني وعلى أرض القدس طبعا أهل القدس يعانوا يعانوا معنا كبيرة جدا أكثر الضغط موجود وممارس على أهل القدس يعني بقصد الترحيل وبقصد إنه يملوا ويرحلوا ويتركوا المكان اللي هم موجودين فيه وأبسط الأمثلة طبعا أنا ساكن في طبعا أنا بفتخر إني ابن القدس وابن مخيم شعفات طبعا طبعا كل يوم لما بدي أتوجه إلى القدس مع إنه المنطقة عدتنا المخيم لا يبعد عن القدس حوالي سبع دقائق ولكن يوجد هناك معبر نمكث على المعبر ما يقارب ساعة إلى ساعة وربع لحد ما نستطيع إنه نوصل للقدس ونطلع يعني فهذا جانب الجانب المعابر الجانب الآخر موضوع الضرائب موضوع اللي خلينا نحكي مثلا ضريبة الأموال ضريبة المنازل كل ما يستطيع حتى الهواء الذي نتنفسه ندفع عليه ضريبة فالهدف الأبعد إنه إحنا بتفريغ القدس من أهلها وتكريس السيادي طبعا الإسرائيلية على هذه الأرض المباركة ولكن طبعا أنا لهم ذلك لأنه إحنا موجودين وإحنا صامدين وإحنا إن شاء الله نحن نبكى في هذه الأرض وأنا كل رسالتي كل ما أعمله وكل ما أقوم فيه هو من أجل أن نبقى في القدس وأن يبقى أطفالنا وزهراتنا وشبابنا وكل الناس متعلقين بهذه الأرض ومتعلقين بالقدس ومتعلقين طبعا بفلسطين ككل نعم يعني شكرا إليك على كل هذه الطاقة وعلى كل هذا الحماس فيما تعالى أنت حكيت لنا كمان أنه أنت كتبت أغاني للقدس نعم نصرحيات عم أحكي أنه هي كمان نصرحيات أو سكيتشات بتقوموا بعملها نعم صحيح تخبرنا عنها صحيح آخر ما كتبت أغنية اسمها يمّا القدس بتنادي طبعا بتقول كلماتها يمّا القدس بتنادي يا عرب اسمعوها يمّا القدس بتنادي اسمعوها يا عرب لب مندى لا تنسوها خلي الهمّة قوية مغلة ثمن الحرية الأقصى مع الصخرة لا تنسوها يا أطرم اسمع منا شو بنقولك القدس عربية رغم غصبا عنك روح اسأل أرض ترابة شو بقولك هذه أرض جدادي وتمسكوا فيها البيت الثاني بقول فيها نحنا شموع الحرية نضوّل دروب القدس في عينينا ونبض لقلوب لما بتنده علينا بنصير قسود لما بتنده علينا بنصير قسود طبعا وقالها تكملة بهذا المجال نعم وأيضا طبعا أكتب بالمجال التراثي مثلا حكاية شعب باختصار اللي هي بتقول اسمعوا قصتها الختيار بعيونه تقروا الأفكار يلا نشوف شلي صار وحكيته فيها الأشعار كل يوم بينزل بكير قبل ملع صفيري الطير حامل زوادي ومية بقلبه مخب القضية يا الله شو بحب الأرض حب الأرض سنة وفرد شوي شوي وهو ماشي طلع له هالأم باشي كله ارجع على البيت ولا ولا تشوفه الموت شوفه عمي هالختيار ولعت في قلبه النار وبعزيمة مع إصرار أقسم ليتم المشوار هذه كلماتك آه طبعا كلماتي طبعا كلماتي جميل يعني هذا كله كمان بصب في قديش أنه يعني سواء هذه الأغاني الوطنية وعمل الجمعية وهذه الفرقة اللي كمان بتحمل الاسم راقي يعني إنسان كلها يعني بتصب في مسألة الترسيخ الهوية والحفاظ على الأرض والثبات على الموقف يعني فيما يتعلق بالأمور يعني في القدس حديدا رائد هل بتشعر أن هناك خلينا نقول مسألة المواقمة تحديدا اللي بيحتاجها أي شخص عنده إعاقة وكمان اللي هي المساعدات اللي ممكن تكون مواقمة أنت حكيت عن تكنولوجيا واستفادة تكنولوجيا لكن مواقمة الأماكن كمان أديش هاي كمان مهمة لتكون لتساعد أو تسهل حياة دول إعاقة حقيقة في قبل يعني للتعليق على هاي النقطة بالذات وقبل أن أجيب وأكد أننا كمان أيضا نحن نحن المكوفين جزء طبعا من نسيج الاجتماعي في هذا الوطن وكما أنه الناس عندها انتماء لوطن وانتماء لا قدس كمان أيضا نحن عندنا لدينا انتماء للقدس ونحب الوطن ونحب هذه الأرض الطيبة المباركة كموائمات أكيد أنه نحن بحاجة إلى أيضا إلى موائمات أخرى وأخرى وأخرى يعني كثيرة وكبيرة ولكن القدس كوضع سياسي ونحن موجودين فيها كوضع سياسي طبعا لا يوجد هناك وكونها تحت السيادة أو تحت السيطرة ما تسمى السيطرة أو السيادة الإسرائيلية يعني على القدس هذا الواقع لأسف إحنا موجودين فيه عندهم بالجوانب اللي بتخصهم آه فيه موائمات وفيه كل شيء تمام والأمور الأماكن اللي تابعة لهم للمؤسسات تابعة لهم أكيد فيها كل موائمات ولكن مؤسساتنا العربية التي ترفض قضية التطبيع وترفض أن تكون جزء من المنسوج أو جزء من النسيج للمؤسسات الإسرائيلية طبعا حتى كمدارس حتى كمؤسسات سينقصها ينقصها طبعا بنية تحتية ينقصها عمل موائمات ينقصها أمور كثيرة ولكن نحن نتحمل مقابل أن نبقى في القدس وأن لا نطبع وأن نكون أن نكون يعني محافظين على هويتنا المقدسية والفلسطينية أستاذ رائد سؤال أخير لنتحدث قليلا عن الدعم سواء كان دعم معنوي أو نفسي أو ماندي نعم أولا يعني كيف حكي لك وجودي أنا في المجتمع كإنسان وجود في المجتمع أولا هذا بعطيني دعم نفسي وتحقيق هذه المجتمع إن شاء الله أنها تكون نجحات واهتمام الناس ونقل صوتي وكلمة للناس هذا كمان دعم نفسي بعزز عملي أكثر وأكثر على الصعيد الشخصي كإنسان على الصعيد كمؤسسة وكفرقة طبعا نحن لسه ما زلنا في بداية الطريق وأنا لا أريد أن أكون كغيري نسخة عن غيري أنه نحن بحاجة وبدنا تمويل لا أنا أريد أن أجلب تمويل من خلال نشاطات من خلال فعاليات من خلال دعوات من خلال مشاركات من خلال ممكن مشاريع منقدمها صح أنه الوضع المادي صعب وضيق على الجميع ولكن ليكن فينا شخص أو جمعية متميزة لا تقول أريد وأريد وأريد لا نحن نريد أن ننطلق وأن نثبت وجودنا وأن نكون ومن ثم عندما تزرع الثقة والناس بتعرفك أكيد كل شيء رح يجيك لحدك لأنه أنت بتأسس أساس صحية بتبني بنيان صحية دعونا نختم برسالة تحبت رجاءة أخيرا أو كلمة أخيرة قبل الختام طبعا كمان مرة شكر لكم أكيد على هذه الاستضافة رسالتي للمجتمع طبعا أنه أنه كل إنسان عنده عاق هو إنسان يستطيع أن يكون متميز وناجح في حياته ولنأخذ بأيدي هؤلاء الناس كي يصلوا إلى القمم ولا يكونوا عالة على غيرهم ولا نعتقد نحن الأصحاء أو أنتم الأصحاء بأن هؤلاء عالة على المجتمع إذا ما توفرت لهم الإمكانيات والظروف المناسبة وأطلب من كل أسرة عندها إنسان معاقما أن يكون جزء من هذا المجتمع أن تدمجه في المجتمع ورسالتي الأخرى طبعا أتمنى أنه ممكن أي إنسان بقدر يدخل على صفحتنا طبعا صفحت الجمعية على الفيسبوك طبعا موقع التواصل الاجتماعي اسمها جمعية إنسان للثقافة والتنمية القدس طبعا ويطبيعنا ونحن بحاجة إلى دعم معنوي وأي دعم آخر كمان في مجال إنه يكون في تواصل نحن نشكرك رائد على الهمة العالية نحن دائما نقول إنه ذوي الهمم يعني مش ذوي إعاقة فقط ودائما رسالة مهمة ركزت عليها إنه الإنسان بيكون من عنده هو المبادرة من عنده بيبدأ الثقة بالنفس والقدرة على إنه يثبت مكانه ووجوده في كل مكان شكرا لوجودك معنا نهارة سعيد وكل التوفيق إلك للفرقة طبعا شكرا شكرا لكم يعطيكم العافية مش هديني خلينا نروح لفاصل قصير ونكون مع آخر محطة الطمية